السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبدالرازق استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشرف بوجود معكم موضوعنا النهاردة عن الحمى النسفية الفيروسية طبعا الحمى النسفية الفيروسية مرض في معظم الحالات يأتي بطريقة مخففة لكن في بعض الحالات يأتي بطريقة جديدة جدا جدا وممكن أن يؤدي إلى الوفاة طبعا بالنسبة لأنواعه أنواعه كثيرة مثل حمى الدنك أو حمى القرم أو القنهو النسفية أيضا إيبولا حمى ماربورج حمى لاسا حمى الوادي المتصدع الحمى الصفرة كل هذه أنواع من الفيروسات التي ممكن أن تؤدي إلى حمى نسفية الفيروسية طبعا سمعنا عن إصابات متعددة في العراق وهذا كان سببها حمى القنهو النسفية في الوقت الحالي طبعا كنا نريد أن نأخذ فكرة ما هي أعراض المرض على أساس أن نكون عارفين كيف نتوقع المرض وكيف نأخذ بالنا من أعراضه ومضاعفاته وفترة الحضانة أولا الحمى النسفية تطلق على الأمراض الفيروسية التي تختلف في شدتها وحدتها من الفيروس لآخر طبعا كما قلت أن بعضها يؤدي إلى الوفاة تظهر علامات معينة في جسم الإنسان مثل صداع، رهاق، تعب، ارتفاع في درجة الحرارة وفي بعض الحالات يظهر مثل بقع تحت الجلد، نزيف تحت الجلد وممكن أن يحدث نوع من أنواع القيء الدموي أو البصاق الدموي أو التبول الدموي أو دم في البراز كل هذه أعراض حمى نسفية بالنسبة لهذا المرض، نعرف مرض إيبولا أو الفيروس إيبولا المنتشر في بعض الدول الأفريقية هذا طبعا أودى بحياة ناس كثير جدا من ضمن الأعراض أيضا لهذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة، إرهاق، تعب، دوخة، آلام في العضلات، شعور بالضعف العام كل هذه أعراض لهذا المرض بواجه عام الحمى النسفية الفيروسية كما قلت لكم يظهر أعراض نزيف سواء تحت الجلد أو في الخارج عن طريق القيء أو البصاق أو التبول أو التبرز وفي بعض الأحيان تظهر تشنجات، وممكن أن الإنسان يعاني من صدمة أو هبوط شديد في ضغط الدم وممكن أن هذا يؤدي إلى فشل كلوي، وفي بعض الأحيان نجد نوع من أنواع الهلوسة أو الهزيان بالنسبة لانتقال، المرض ينتقل عن طريق لمس الحيوانات المصابة أو سواء الجسم حيوانات المصابة أو التعرض لقرصة أو عضة من الحشرات حاملة للمرض مثل البعوط ومع الأراض، الذي حدث في العراق كان من القراض البعوط مثل حمى الدنج التواصل الجسدي المباشر مع شخص مصاب أو لمس سوائل جسدية لشخص مصاب هذا طرق نقل العدوى الحمى النسفية الفيروسية عوامل الخطر، هذا الشخص يمكن أن يكون في بيئة أو دول تنتشر فيها الوباء أو ينتشر فيها المرض أو زبح حيوانات مصابة أو التعامل معها أو استخدام أدوات طبية ملوثة أو تم استخدامها مع شخص مصاب مصاب أو العمل في مباني أو بيئات تنتشر فيها الفئران كل هذا ممكن أن تؤدي إلى حمى نسفية فيروسية أيضا ممارسة الجنس دون اتخاذ تدابير حماية ضرورية هذا ممكن أن يؤدي أيضا لحمى نسفية فيروسية الوقاية، للوقاية من هذا المرض أولا القضاء على القوارض والفئران تنظيف البيئة المحيطة وتطهرها بطريقة جيدة خصوصا من البعود أو القراض أو البق اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند السفر خصوصا في المناطق الموبوءة استخدام مفارش أو ملايات أو أسرة نظيفة تجنب ملامسة الحيوانات المصابة أو القوارض مثل الفئران أو الجرزان لأنها ممكن تكون مصابة وخصوصا في المناطق الموبوءة كل هذا ممكن أن يحميني من الإصابة بالمرض بالنسبة لهذا المرض مثل ما قلت لكم تختلف النواع مثل ما قلت لكم فيه مرض الحمى الصفرة أو حمى الأرجنتيني النسفية تختلف من مكان إلى مكانه كذلك نريد أن نأخذ فكرة بالنسبة لهذا المرض أهم شيء فيه ليس العلاج فقط لا أهم شيء الوقاية أهم من العلاج بالنسبة لعلاج هذا المرض لا يوجد دواء معين يشفي من هذا المرض ولكن نعزل المريض نعلق له محليل وبعض الأحيان ننقله دم نحاول بقدر الإمكان أيضا فريق الأطباء والتمريض أن يلبسوا الملابس الواقية لكي لا يحصل عدوى استخدام الأدوات الطبية يجب أن يكون بحذر لكي لا يتعادي أولا الحمى النسفية كما قلت لكم عدة فيروسات وتنتشر العدوى خلال لمس الجلد أو سواء للجسم من المريض المصاب بالعدوى أو لمس البول أو لمس براز القوارض المصابة بالعدوى يعني الفئران ممكن تنقل المرض أو خلال لسع الحشرات أو تناول الطعام الملوس هذا ممكن يؤدي إلى الإصابة بالمرض كما قلت لكم الأعراض مختلفة غتيان، إسهال، ضعف، عام، تعب لكن يحدث بعد ذلك ما يميزه ارتفاع درجة الحرارة والنزيف الأعراض تتشابه لكن النزيف هو الذي يميز هذا المرض ونقوم بعمل PCR ونقوم بعمل أجسام مضادة في الدم لكي نعرف نوع هذا الفيروس بالنسبة لهذا المرض هذا منتشر في أماكن مختلفة من العالم وبالتالي يجب أن نعرف كأطباء هذه المناطق وعرف ما هي المرض المميز في هذه المنطقة أخص بالذكر أن إيبولا موجودة في أفريقيا مثلا حمى القنغو أو القرم النصفية هذه موجودة أصلا في البلقان وفي بعض الدول في الشرق الأوسط بالنسبة لهذا المرض كما قلت لكم العلاج بتاعه عزل المريض نحاول بقدر الإمكان نديله ثوائل نحاول بقدر الإمكان نديله دم في بعض الأحيان خافضات للحرارة باراستامول لكي تكون الحرارة مرتفعة كل هذا نحاول بقدر الإمكان أن نقلل من الأعراض المريض لكن في معظم الأحوال المريض يشفى من تلقاء نفسه إلا في حالات نادرة أو بسيطة يتوفى المريض نتيجة النزيف أو نتيجة الصدمة وهبوط حاد في ضغط الدم أو الفشل الكلوي أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته